الحقيقة دكتور إيمان بصراحة كل مرة يعني بتنورني بتفاجئني بالملف اللي احنا هنتكلم فيه علاقة السمنة بأمور مختلفة ربما الأول مرة بجد بنشمع عنها يعني النهار ده بنتكلم عن العلاقة ما بين السمنة والسكتة الدماغية شوفت بها؟ مين كان يعرف فيه وصل ما بين ده وده بجد ده مالف كبير مالف كبير وخطير لأ نرحب بقى الأول كده دكتور إيمان المراجبي أستاذ المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس وإيه القصة؟ إيه التواصل ما بين السمنة والسكتة الدماغية؟ أنا أقول مرة اسمها حاجة زي كده بصي ستي طبعا السكتة الدماغية بتنقسم حاجتين الجلطة، جلطة المخ ونزيف المخ الجلطة دي اللي ناس بتجيبها لنا عماتا بعض الناس بل بالظبط مش يقول لك هده هيتجلط أو هيتشل دايما الكلمة بتاعتنا الشعب المصري يقول لك ايه؟ ما تجلطنيش وما تشلنيش هي دي هي دي بقى اللي بنقول عنها هي اللي احنا بنتكلم عنها اخترناها لسا دا المشاهدين النهاردة عشان حشين بيهم عشان يخلي بقى لهم بقى بالظبط فإيه الحكاية؟ الحكاية إن في حاجة اسمها عوامل خطورة في السكتة الدماغية عوامل خطورة دي اللي هي إيه؟ اللي هي السكر الضغط، أمراض القلب تمام؟ ارتفاع الكوليسترول كل الحاجات دي مين اللي بيعملها؟ السمنة يعني سبب من الأسباب السمنة طبعاً بالظبط كده، أحد الأسباب السمنة احنا طبعاً بنقول إن فيه حاجات كتيرة زي الوراثة زي موضوع اللي هو ارتفاع الضغط من نفسه فيه ناس بتبقى رفيعة وضغطها عالي فيه ناس ثانية بتبقى مثلا بتشرب سجاير حاجات كتيرة، فيه ناس عندك كوليسترول عالي رغم أن هم رفيعين قوي ورياضيين بتبقى وراثية، ولكن إيه اللي بيجمع كل العوامل الخطورة أو معظمها؟ السمنة السمنة بتعمل سكر السمنة بتعمل كوليسترول عالي وخصوصاً الكوليسترول السلبي السمنة بترفع الضغط السمنة بتعمل لي كل هذه الكوكتلات اللطيفة جداً اللي بتعمل ليه في الآخر؟ اللي بتسبب انسداد في شرايين المخ وتعمل لي جلطة المخ؟ أه مش القلب؟ لا، احنا حالياً منتكلم على المخ هل السمنة ممكن تعمل كده في نفس الحكاية في القلب؟ أيها طبعاً يعني زي ما عملت في شرايين المخ ممكن جداً تعمل في شرايين القلب وكتير في نفس الوقت المريض بيجي له جلطة في المخ وجلطة في القلب في نفس الوقت يا سياتر لو هو السمنة بنشوفها كتير جداً مفرطة ولا ممكن تسمن حتى لو زيادة بسيطة والله حتى لو زيادة بسيطة يعني حسب الجسم طبعا لأن هي ممكن زيادة بسيطة بس على مدى سنين طويلة رح يتعمللي ايه تصلب شرائين وأنا ما ببقاش عارف بطبيعة العالي ما ببقاش عارف لأنها بترفع لي ضغطي ما ببقاش عارف أنه ضغطي عالي وأن أنا مريض ضغط ولازم أخذ علاج ما ببقاش عارف أنه جالي سكر كتير قوي من المرضى بطلب لهم تحليل السكر الترقومي وفاجأ أنه هو عنده السكر ما عرفش يقول لي إيه دا أقول له حضرك مريض سكر لسه أخيرها من يومين قلت له حضرك مريض سكر قال لي والله ما عرف قلت له لا الترقومي بتاعك عالي بالزبط طب روح إيس الضغط يطلع ضغطه عالي والله ما عرف تحس إن إيه طب وحضرك هتعرف أمس وكلسترول عالي فما تفاجأ أنه هو لسه أنا مش عايز أخوف طب ده كان وزنه قد إيه برضو الشخص ده لا ده كان وزنه 130 كل حاجة بايزة السكر بايز ضغط بايز وكلسترول في السمع الدنيا بايزة كلها هقولك على مفاجأة كان لسه عندي بنت في سنها صغير مش كبير يعني هنقول مثلا عندها في أواخر العشرينات وعندها جلطة في المخ والله العظيم برضو عندها زيادة في الوزن ومش زيادة قوي يعني زيادة في الوزن بتاع عشر كيلو فإذا لازم ناخد بالنا ونساعد الناس طب نساعد الناس إزاي يعني هنقول لهم السمنة بتجيب وخلاص ويعودوا باقي تحصروا على نفسهم لهم مش عارفين يخسوا لأ نساعدهم فإحنا هنقول لهم إيه هنقول لهم إن أحسن حاجة تخس بيها هي الألياف الطبيعية الألياف الطبيعية تجد نفسه وتقفل الشهية دي أكتر حاجة وما بتلعبش على القلب ولا على المرأة ولا على مراكز الشبع خالص بتشتغل بالطريقة الطبيعية اللي ربنا عاملها إن إحنا نشبع بيها اللي هي الألياف دي لما بتنزل في المعدة ومعها المية اللي إحنا بندوبها فيها بيحصل إيه بتنفش وتملى حيز كبير من المعدة يتبقى لي حبة صغيرين اللي قدر إن أنا أكل منهم أحس بالشبع ومحرمش نفسي حرمان نهائي يعني أنا عارفة حضرتك برضو إيه رغم أنك ما شاء الله ماني كان يعني لكن يبان بس والله يبان بس لكن بتحبي من حين إلى آخر إن أنت تاكلي شوية حاجات ما تحرمش نفسك طبعا نفسي بتروح أو قتلى للحيل والحاجات بتتحل دي متعة من متعة الحياة دي متعة من متعة الحياة فإذن يقدروا يأكلوا برحتهم من غير ما يبقوا خايفين والحيز الصغير ده هيخليهم يشبعوا بسرعة فبرضو مقدروش يأكلوا كمية كبيرة ولكن كأني عملت تكميم أو كأني عملت كابسولة بتاعت المعدة من غير ما أروح لجراح فيا سلام لأن طبعا القطع والجراحة والغرز والأجهزات من الشغل والكلام ده حاجات مش كويسة لكن على المدى أن أنا أخص على مدى ثلاث شهور ستة شهور لو أنا وزني حتى 130 من غير ما أعمل تكميم أقدر لسه جاي للمريض القطر حاركي عليه 130 كيلو وعدتوا أنه إحنا هنخصه وهنعملوا برضو بالبستة اللي هو اللي أنا بتكلم عنه اللي هو إيه البستة ده؟ مكمل غزائي اللي مليان ألياف اللي إحنا قلنا عليها تلات ألياف رئيسية عندك الشفان وردة الأمح والسيليم التلاتة دول من أهم الألياف المهمة جدا في الغزا بتاعنا اللي بتملأ البطن وبتسد النفس زي ما حديك قلتي بطريقة طبيعية بتخليك الشهية بتاعتك تقل وكمان بتنظم حركة القولون والهضم والامتصاص والكلام ده كله بحيث أن إيه؟ تساعد الناس اللي عندها مشاكل في الحرب وخصوصا أن عليه كروميوم جوه المنتج نفسه البستة اللي هو على البيته خضرة ده وبطعم التفاح الأخضر كيس بندوبه على كباية مية بناخده نص ساعة قبل الثلاث واجبات الرئيسية ما نوش أي أعراض جانبية آمن تماما على مرضى السمنة السكر الضغط أي أمراض بقى مسمية خلينا نقوم أي حاجة حتى اللي عندهم جلطات في القلب اللي عندهم جلطات في المخ بديهولهم عادي ما فيش أي خطورة ده مكمل غذائي طبيعي نخافش منه أبدا يبقى ده أول حاجة اللي هو البستة كويس جدا بس البستة ده لكل الأعمار يعني إحنا بنأكد كله إحنا من 13 سنة من سن 13 سنة لغاية إلى ما شاء الله طب هو إلى ما شاء الله بقى لما السن بيكبر الناس بتبقى شوية عندها حتة ما تخلين يستمتع بالفضل اللي يواكل براحة يعني بشوف ناس قريبنا كبار في السن كده يعني فوق السبين يقول لك خلاص بقى يعني حواري معاهم بيكون كالقاتي حواري معاهم بيكون كالقاتي هو حضرتك لازم تعيشي كواليتي أوف لايف طبيعة حياة سيئة ورديئة يعني أنت عايزت أنت بتقولي إيه أنا خلاص كده طب ما شوية لفضلين لك دول ما نعيش بركب حلوة ما شوية لفضلين لك ما نعيش بركب حلوة كب سنة اللي عايدهم معنا اللي حضرتك عايدهم معنا ومنورنا دول الركب تبقى حلوة ضهرك ما يقعدش وجعك يعني مش تزم تعيش عمال تاخد في مسكنات وفي حاجات علشان تهدي الألام والألام المبرحة وما تبقاش عارف تنم بالليل في حاجة اسمها كواليتي أوف لايف كواليتي أوف لايف اللي هي يعني طبيعة الحياة تكون كويسة يعني عيش حياة مرتاحة يعني عارفة يعيش يا معيش يعني لكن حضرتك يعني خلاص أنت متوقع أنها نموت طب وليه افترضت أنها تموت ما في ناس بتقعد مئة سنة وفي ناس بتقعد فوق المئة فأنا الشوية اللي أنا عايشها هم دول ما ضمنشوا وما قد إيه وليه قصة فعلة المش جمالي على قد ما أنت ما تزودش الموضوع عليك أكثر سوءا يعني حتى لو سبنا سبعين خمسة وسبعين من تفادى أي حاجة جديدة تجيلنا أو نصب بيها يعني حضرتك فيه زميلة لسه بعتالي قصة مريضة بره يعني واحدة بره بره مصر يعني في إنجلترا بتنزل تتماشى كل يوم ده الروتين بتاعها وهي 81 سنة خلي بالك بقى تعملت تكلمي في السبعين والستين تشبب بقى يا جمال 81 سنة فطبعا الأيس دلوقتي في إنجلترا شغال جامد فتزحلقت ووقعت وتعورت في وشها وكده بس كل ده مش مهم عاما حاجة إن هي بتنزل تمشي الروتين بتاعها علشان الدورة الدموية فإحنا إحنا لازم نصلح مخنا لازم نصلح مخنا واعتقاداتنا واللايف ستايل بتاعنا الكواليتي أوف لايف لازم يبقى كويس الست واحد وتمانين سنة وبتنزل لوحدها بدليل محدش لحقها يعني هي وقت في الشارع عبال بقى ما اتصل وجيبه بتحكيني خصتها ناجت لهم المستشفى فبتقول لي ما فيش حد من ولاده قال لها يا ماما اللي هو نظام إيه عادي بقى وكني في البيت انت ستة كبيرة وفضلك يومين والكلام ده لا لا إحنا لازم نعيش بالكونسبت ده طيب علشان أنا خس من غير ما يحصل لي مشاكل همدان خمول تساقط شعر الأظافر تتقطم الكلام ده أعمل إيه هاخد مع البستا مالتي فيتامين اسمه ألب مالتي فيت الألب مالتي فيت ده بيتباع مع الكورس لو اتصلنا بالأرقام الموجودة على الشاشة اللي هي ما فيش أرقام تانية غيرها حصريا بناخد الألب مالتي فيت مع البستا الألب مالتي فيت ده كل الفيتامينز اللي محتاجها جسمي من أول مجموعة فيتامين به كومبلكس لحاد الزينك الكالسيوم الفيتامين سي فيتامين هيه كل حاجة تتخيليها وطبعا مجموعة به كاملة اللي هي بي وان وثو وثري وسيكس وسبن وووو لحد 12 كويس فإذن ده لما أنا أخده أحافظ على أعصابي لو أنا عندي سمنة وعندي سكر برضو بيساعدني لأن السكر بيعمل التهاب عصاب طرفية فأنا عندي مجموعة فيتامين بي كتيرة جوه المنتج ده فإذن لو أخدته مع البستا ضمنت أن أنا أتظبط من كل حاجة صحيا وطاقة وأنرجي والكلام ده كل يبقى ده اسمه الكورس الكورس هكلم بستا ويه الـP-MultiVit اللي اتنين على بعد اسمه الكورس بطلبهم عن طريق الأرقام اللي موجودة على الشاشة طيب خلينا برضو نشوف حالة من الحالات لأن الكلام النظري بيبقى حلو بس الناس بتحب دايما تشوف يعني عملي الناس جربت مرت بالتجربة كان وزنها كام بقى كام خلية نتابع حالة أميرة ونرجع نكام أحكي لنا قصتك مع بستا وإزاي ساعدك تخسي أميرة أبو شوشة سني 39 سنة وزني كان 140 كيلو وبقيت 85 كنت بعاني من الوزن التقيل من السمنة المفرطة وكنت عندي بطولة وما كنتش عارفة نزل الوزن في وقت بسيط أنا خدت بستا وفرق معي جامد وكان منتج فعال جدا كنت بستخدم بستا قبل الأكل من نصف ساعة وما كانش عندي أي مشكلة بطعمه ولا أي مشكلة خالص بالعكس طعمه هايل جدا طعم التفاح هايل كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطة لأن بستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم كنت مبسوطة جدا إن أنا كسبت بطولة الجمهورية بفضل بستا وأنصح أي حد عنده سمنة على طول من غير ما يفكر هي بستا اللي عجبني كمان في الموضوع يعني لو إحنا هنتكلم اللي عجبني تحديدا في الكيسز اللي بنشوفها إن البني آدم بيصغر يعني بيصغر في السن بجد صحيح رغم أن أنت ممكن تلاقي الوش الملامح يعني على فكرة الكيس هنا مختلفة شوية وشها ما خستش بس أولوفر بنت أصغر بس ليه الوش هنا ما خستش هل ده طبيعتها كده؟ لا لأن هي ماشي على البستا والبستا مليان ألياف وزي ما قلنا الألياف بتعمل نضارة في البشرة طبيعي والضيع الهالات السودة والكلام ده تاني حاجة إن هي بناخد فما فيش وش شاحب الحكاية دي إن الوش ما يخصش خالص والجسم هو اللي ينزل ودي حاجة ظريفة طب إيه تاني ممكن ناخده هدية مع الكورس اللي احنا بنتكلم فيه علبة فيتامين دي هدية وإحنا داخلين على الشتا فيتامين دي ما شاء الله بينتهي تماما أنا تقريبا بدون أي مبلغة كل عيادة ما بين 10 إلى 15 حالة بشخصهم فيتامين دي النقص اليومين دول بزيادة بزيادة الحقيقة فعلبة الفيتامين دي الهدية دي مهمة جدا عشان يعوض لي فيتامين دي لو أنا عندي نقص وفي نفس الوقت نقص الفيتامين دي بيزود الوزن فإذا لو أنا عوضت لك الفيتامين دي يبقى أنا كده حلت المعادلة الصعبة وحاربت السمنة من كل الاتجاهات فنقطة كمان أخرى إن إحنا كمان تقدري حضرتك تطلبي القهوة الخضرة اللي هي جرين كوفي من نفس الأرقام اللي موجودة على الشاشة منتج الجرين كوفي اللي هو الأهوة الخضرة ده طبعا بيرفع الحرق هو أنتي أكسيدنت مضاد للأكسادة فبرضو يدي نضارة في البشرة ويديكي طاقة يغسل كل الشوائب الأكسوجيني اللي هي بتبقى الموجودة في الدم يخلي برضو البشرة دايما نضارة يضيع الهالات السودة فإذا يعني زي ما نقول كده بطريقة متكاملة كأنك روحتي بيوتي سنتر عارفة أنت ما يمسكوا الواحدة كده يقولولها هنعملك مش عارف جلسات إيه في البطن وجلسات إيه لأ أنت بس حاجة بتشربيها وحاجة بتكليها وتلاقي نفسك عملتي نفس المفاول حلو ده جدا وبتكلفة كمان قليلة يعني الأسعار فعلا هينيقول حضراتكم مش هنقول الرقم بس هو الأسعار فعلا قليلة جدا يعني تلول حتى محدود الدخل ما يجيش كل اللي احنا قلناه ده ما يجيش تمن جلسة واحدة من أي جلسات بتتعامل نص جلسة أكتشلي أكتشلي أه نص جلسة والجلسات دي انت بتحتاجي تعمليها بقى إيه بتعملي 12 في 14 في بتاع تكوني خلصتي الكورس ده في شهرين أساسا نروح بقى لأسالة السوشيال ميديا سريعا برضو عشان نقدر نغطي كل الاستفسارات المختلفة اللي بتيجي أسامة بيقول هو اسم أسامة أبو نار أول مرة أسمع الاسم ده أبو نار ماشاء الله ده المفروض الحرق عنده يبقى نار ده حلوة يا دكتورة أصلا بو نار ده مفروض ما يبقاش عنده سبنة خاصة عنده 30 سنة ووزنه 112 و30 سنة ووزنه 112 عمل ضاية نزل لـ 85 بس مشكلته إن لست فيه دهون متجمعة في منطقة البطن ومش عارف ينزلها تالي منطقة البطن دي أصعب دهون أغلس دهون ممكن الواحد دي يعني يشوفها في حياته وهي دهون البطن تبقى عنيدة ومحجرة كده تحس إن هي يعني إيه زي الطوبة يعني تمسكها تحسيها زي الطوبة لأن لو مسكنا كيلو دهون وحطناها جنب كيلو عضلات هتلاقي العضلة واخد حيز قليل لكن الدهن قد كده فدايما هو بيبقى يعني إيه متضخم وبيبقى ناشف قوي في ناس عشان كده ما بيرضوهش ينزل أنصحوا بإيه؟ أنصحوا بشرب الماء كتير يعني لازم يشرب ما بين 3.5 لتر إلى 4 لتر في اليوم ولازم ياخد البستا وياخد القلب مالتي فيت ومعهم الجرين كوفي وكمان ناخد الهدية الفيتامين دي لو في حالة إن إحنا عندنا نقص فيتامين دي يحلل الفيتامين دي ويحلل الغدة الدرقية ونشوف القصة دي لو فيهم أي مشكلة ناخد يعني ناخد العلاج ليهم وبالتالي هيبتدي الحرق يعلى تاني حاجة لازم يلعب رياضة ساعة يوميا في الجام أو تمشي في الشارع قولي مثلا يومين ثلاثة في الأسبوع مش طالبين للسابعة يام لأنه سعب برضو لو قدر يعني هو بصي الشباب بينزلوا يقفوا على الناصية وبيعملوا كل حاجة أنت بس وجهيهم يعني قولي له بدل ما أنت هتنزل تقف على الناصية كده مع صاحبك وتقودوا تحكوا يشقيق والحاجات اللي أنت بتسمعيها دي لا روح الجام استفيد بالوقت ده فأنت لو قلت لأي شاب بروح ساعة في اليوم في الجام حلو قوي ده فيه شيئة باب بتروح تطبيل لأربع ساعات أنا لما بروح الجام ساعات بلاقي ناس والله بقول هي الناس دي مقيمة هنا ما بتروحش أنا باب يتدلعوا يعني أنا باب عندي صحابي كده اللي قد تتصور تقعد ترغي تقعد تتمرر ربع ساعة وبتبع عملة تاكل حاجات كلها دهول وبتاعه هي بتلعب على أنا لما بروح بروح ساعة بالزبط وبتستعب تبقى تمرين بالزبط كده هي الفكرة كده الفكرة أن أنت تعلي ضربات القلب بتوصل لليفل معين الحرق بيزيد فيه ويبتدي الدهون تتحرك فهو محتاج يتحرك شوي كويس السماء بقى أحمد بتقول عندها 22 سنة وزنها 80 كيلو برضو كتير قوي على السنة ده قوي نفسها تنازل مناطق معينة في جسمها مش كله الفكرة دي حاجة كامل يعني ناس تقولك أنا جسمي حلو بس عندي منطقة معينة مليانة السمنة الموضعية والجسم مهما كانت الدهون يعني موضعية في جزء معين بيها قابلية أن هي تنزل وفي ناس تقولك دي طبيعة جسمي يعني في ناس مثلا بنات مليانة من الجزء اللي تحت مهما خست ما بينزلش هي بتنزل بس هي ما بتصبرش على نفسها فترة طويلة وتعمل كل اللي احنا قلناه يعني لو أخدت البستا وأخدت القلبة مالتي فيت مع الجرين كافي مع الفيتامين دي في حالة نقص فيتامين دي أو حللت الغضة الدرقية لو لقيت عندها كسل هتاخد الهرمون اللي هو السيروكسين هتبتدي عندها يزيد لا هتنزل ليه؟ لأن ربنا خالق الدهون دي للمجاعات يعني وقت ما أنا يعني بحوش الدهنة دي ليه؟ زي الجمل بالزبط كده اللي هو بيكتر المياه لا هي نفس القصة إحنا الدهون دي عندنا بنحوشها مخازن للطاقة أول ما حتاجها أو يبقى فيه مجاع على قدر الله تبص تلاقي الدهون تسيح عشان كده تلاقي حتى الأطفال اللي في المجاعات دايما الدهون اللي في وشهم كمان سيحة تلاقي وشهم على العظم على طول حتى الدهون ليه؟ لأنه خلص خلاص على الدهون بتاعت البطنه والهنش والأرداف وابدأ يعني يطلع كمان على الدهون بتاعت الوش فيبتدي يبقى كله زي يقولك هيكة العظم فكده كده إحنا لو عملنا الرجيم الصح وأخدنا المنتجات اللي إحنا بنتكلم فيها عملنا رياضة عملنا تحليل فيتامين ديل والغضة الدرقية إن شاء الله إن شاء الله هتخسه هتبقى زي الفل خصوصاً هي صغيرة الحرق بتاعها عالي مفروض هو الحرق بيقل من بعد إيه أربعين أوه بعد اللي هو فترة قرب انقطاع الطمس كده بقى يبقى ده خمسين لا فيه ناس عندها الطمس مثلاً على اتنين واربعين على تلاتة واربعين وفيه ناس تانية أكتر شوي تقعد خمسة واربعين بتختلف يعني الحكاة تبقى فيها وراسة هو السن مش أفروض خمسينات ده اللي أنا عرفه لا مش شرط فيه أسر يعني فيه عائلات الحكاة بتبقى وراسة شوي دايماً سن اليأس ده بيبقى مثلاً تقولك أنا مامتي حصلها مثلاً سن اليأس 42 و40 ده الصغيرين جداً آه ما هو 40 ده 40 ده صغير بس إحنا بنتكلم فيه فيه ناس بتبدأ من إحنا بنتكلم إن ما حوله انقطاع الطمس يعني مش قصدي إنقطاع الطمس في السن ده ما حوله آه أوكي يعني قبل قبل وأثناء وبعد ده اللي نقصده يعني مش بكلم عن السن تحديداً آه فترة ليه قبل أوكي الفترة ما حول الطمس اللي هي فوق اللي 40 يعني بنبتدي فوق اللي 40 لأ الحرق بيقل أوكي وفيه ناس مثلاً يقولك إيه أنا كنت السنة اللي فاتت أتمشى ساعة في الجم مثلاً على تريد ميل أو حاجة أحرق كذا السنة دي مش قادرة ليه لأن الحرق عندها قل الحرق معدل الحرق ألي بقى إحنا ساعتها بنزبط الغيزة بتاعنا بنراعي بقى ما ناكلش دهون والنشويات كتير والحاجات دي كلها وآيس كريم عمالة على بطال والحاجات الحلويات وكده نعرفة طبعاً هدخلين على الكريسماس بتلاقي الناس كلها بقى الكوب كيك اللي مش عارف معمولة بإيه والحاجات دي كلها هناخد البستا وممكن ناخد واحدة كوب كيك كل أسبوع لايه أصلاً البستا لما ناخده مش هيخلينا ناكل كتير يعني ممكن ناخد فعلاً نص واحدة تلاقي نفسك شبعته وأخلى حاجة في بستا إن انت ما بتحرمش نفسك يعني هي دي النقطة اللي بجد أنا بحسنها ده اللي مختلف عن الناس التانية اللي بتعمل منتجات تانية لأن الحرمان شي مش حلو حتى لو قدرت عليه فترة ما بقدرش أكمل بغضب عننا كطبيعة بشرية بنضعف دكتور مانا وارتينا ملاكو بجد في غاية الأهمية وإن شاء الله هنشوفك في حلقة مختلفة جاية بإذن الله شكر حضراتكو على متابعتنا برضو أنا وكريم النهاردة ونشوفكو بكرة في حلقة جديدة وعشر صبح في الآخر مع السلام